بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ الآن في المحاضرة الرابعة من الثقافة الإسلامية أركان الدولة الإسلامية الركن الأول الحكم بما أنزل الله الركن الثاني الرعية أي الشعب الركن الثالث الإقليم أي الدار الركن الرابع ولي الأمر نبدأ الآن بالركن الأول الحكم بما أنزل الله وهو الركن المميز للدولة الإسلامية وهذا الركن تناوله القرآن الكريم من جانبين الجانب الأول الأمر بالحكم بما أنزل الله للأنبياء عليهم السلام من قبل وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الجانب الثاني الإنكار على من لم يحكم بما أنزل الله قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ما حكم المسلم الذي لا يحكم بما أنزل الله له ثلاث حالات الأولى أن يجحد الحكم بما أنزل الله ويستحل محارم الله فهذا كفر نعوذ بالله وتنطبق في حقه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الحالة الثانية أن لا يجحد الحكم بما أنزل الله ولا يستحل المحارب ويعلم أن حكم الله هو الأصلح لكنه يحكم بغير ما أنزل الله لهوا في نفسه أو متابعة للغير فهذا ظلم وفسق وتنطبق عليه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله جهلا فحكمه حكم المخطئ الركن الثاني الرعية لا يمكن أن تقوم دولة بدون شعب والشعب في الدولة الإسلامية يتكون من عدة أنواع أولا المسلمون وهم الأصل في الدولة الإسلامية ولهم حقوق وعليهم مواجبات وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في حقوق ولي الأمر على الرعية والعكس ثانيا المستأمنون في اللغة المستأمن هو طالب الأمان أو المستأمن هو طالب الأمان وفي الإصطلاح هو من دخل دار الإسلام بأمان طلبه إذن المستأمن ليس من رعاية دولة المسلمة الدائمين بل يقيموا إقامة مؤقتة وهم أربعة الرسل والتجار والمستجيرون وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها حكمهم أن لا يهجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذوا منهم الجزية النوع الثالث من رعاية الدولة الإسلامية أهل الذم في اللغة هم أهل العقد أي من لهم عقد وفي الإصطلاح المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراه فالذم هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله ودينه ولا يصلح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه وعقد الذمة هو عقد لازم مؤبد لذلك يعد الذم أحد رعاية الدولة الإسلامية لا يجوز عقد الذمة المؤبد إلا بشرطين الشرط الأول الالتزام بدفع الجزية الشرط الثاني الالتزام بأحكام الإسلام واجبات أهل الذمة دفع الجزية عدم بناء دور للعبادة في بلاد المسلمين عدم غش المسلمين وإيواء الجواسيس عدم منع أحد من ذويهم أو أقاربهم من الدخول في الإسلام عدم إيذاء المسلمين أو الاستهزاء بالدين توقير المسلمين وعدم التشبه بهم في اللباس عدم إظهار شعاراتهم أو شيئا من عباداتهم عدم بيع ما حرمه الإسلام كالخمر ونحوه حقوق أهل الذمة وهي حقوق مدنية فقط عصمة أموالهم ودماؤهم الانتفاع بالمرافق العامة للمسلمين مزاولة بعض الأعمال كالتجارة بشرط عدم الإضرار بالمسلمين الدفاع عنهم ضد من قصدهم بأذاء حرية الاعتقاد وإجراء أحكام الأحوال الشخصية فيما بينهم وحرية الاعتقاد تنضبط بأنهم لا يظهرون شعائرهم معاملتهم يجوز معاملتهم وبرهم ولكن بحذر ويحرم التودد إليهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الركن الثالث الدار وتنقسم إلى أولا دار إسلام هي كل أرض تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة وتنقسم دار الإسلام إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الحرم ويشمل مكة والمدينة القسم الثاني الحجاز وسميت حجازا لأنها حاجز بين اتهامتي وند والقسم الثالث ما عداها من بلاد المسلمين دار الكفر وتنقسم إلى دار حرب وهي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر أو هي الدار التي يغلب عليها أحكام الكفر القسم الثاني من دار الكفر هي دار العهد وهي الدار التي ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق إما مهادنة أو مصالحة على البقاء في الأرض بعد فتحها أو تكون لهم ويدفعون مقابل ذلك خراجا الركن الرابع من أركان الدولة الإسلامية أولو الأمر لقب ولي الأمر في الدولة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة ألقاب اللقب الأول الخليفة وأول من لقب بالخليفة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللقب الثاني أمير المؤمنين أول من دعي به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللقب الثالث الإمام وأول من اشتهر به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه والدليل على الركن الرابع أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم واختلف المفسرون في معنى أولي الأمر في الآية الواردة فمنهم من قال الفقهاء والعلماء ومنهم من قال هم الأمراء والولاة ومنهم من قال هي عامة لكل من بيده الحل والعبد داخل المجتمع من الفقهاء والعلماء والأمراء والأمراء والولاة وهذا هو الراجح من الأقوال شروط الإمام أولا الشروط المتفق عليها الإسلام فلا يجوز للكافر أن يكون رئيسا للدولة الإسلامية قال تعالى وأولي الأمر منكم الشرط الثاني التكليف أي أن يكون عاقلا بالغا لأن الصغير والمجنون رفع عنهم القلم فلا يملك أحدهما الولاية على نفسه فكيف يكون وليا على الأمة الركن أو الشرط الثالث في أولي الأمر الحرية وعكسها الرق وسبب الرق الكفر فلا يكون الرقيق رئيسا ولو كان مسلما لأن الرقيق ملكا لسيده فلا يصلح أن يكون رئيسا للأمة الشرط الرابع الذكورة لا يجوز للمرأة أن تري الإمارة ولا القضاء ولا أن تصلي بالرجال للحديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة الشرط الخامس العدالة والعدالة تعني في اللغة الاستقامة وفي الإصطلاح اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وفي أغلب أحواله على الطاع ثانيا الشروط المختلف فيها الشرط الأول بلوغ مرتبة الاجتهاد في العلم الشري الشرط الثاني سلامة الحواس والأعضاء الشرط الثالث النسب القرشي وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ في المحاضرة الخامسة من الثقافة الاسلامية قواعد النظام السياسي في الاسلام قواعد النظام السياسي في الاسلام وتطبيقاتها في النظام السياسي في المملكة اولا قواعد النظام السياسي في الاسلام الشورى ثانيا العدل ثالثا المساواة رابعا الحرية اولا الشورى تعريف الشورى اصطلاحا هي الرجوع الى اهل الرأي والاختصاص في الامور التي لا يوجد فيها نص شرعي واضح للوصول الى الاصلح والانثع للامة ادلة الشورى في القرآن قوله تعالى وامره انشورى بينهم اهمية الشورى تكمن اهمية الشورى في عدة امور اولا تقلل نسبة الخطأ ثانيا توزع المسئولية وهذا يؤدي الى نتيجة الشورى يتحملها الجميل وايضا الشعور بالمسئولية تجاه قضايا الامة الامر الثالث من اهمية الشورى وقاية المجتمع من الاضطرابات وعدم الاستقرار تطبيقات الشورى في العهد النبوي ان الشواهد والنصوص ادالة على اهتمام المصطفى عليه الصلاة والسلام وتطبيقه للشورى في الامور العامة كثيرة فمن ذلك مشاورته لاصحابه يوم بدر كما ورد في حديث انس رضي الله عنه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان قال فتكلم ابو بكر فاعرض عنه ثم تكلم عمر فاعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال ايانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده لو امرتنا ان نخيضها البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اكبادها الى برك الغماد لنفعل قال فندبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدر التطبيق الثاني للشورى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه يوم واحد في المقام في المدينة والخروج لملاقات العدو فرأوا له الخروج فخرج صلى الله عليه وسلم حكم الشورى ذهب اهل الرأي الاول وجمهور العلماء الى ان الشورى واجبه ودليل هذا قوله تعالى وشاورهم في الامر الرأي الثاني ان الشورى مستحبه الرأي الثالث ان الشورى تكون واجبة فيما اشكل من احكام وتكون مستحبة فيما لم يشكل نطاق الشورى او مجال تطبيق الشورى هل تطبق الشورى في جميع الامور او ان لها نطاقا محدد يقصد به الامور التي تعرض على اهل الشورى لينظروا فيها ثم يصلوا فيها الى نتيجة يدخل في نطاق الشورى اولا النصوص الشرعية التي دلالتها محتملة وغير قطعية على المراد وايضا ما يتعلق بتنزيل النص الشرعي على الواقع وتطبيقه عليه والامر الثالث ما يتعلق بالامور الدنيوية التي لم تتطرق لها الشريعة بصورة مفصلة وعلى كل حال يجب ان لا تكون نتيجة الشورى مخالفة لنص شرعي صحيح صريح شروط العضوية في الشورى الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التكليف الشرط الثالث العدالة وتعني الاستقامة الشرط الرابع العلم وهو في كل مجال بحسبه الشرط الخامس وهو فهم الواقع نأتي الان الى القاعدة الثانية وهي العدل مفهوم العدل هو ضد الجور والظل والعدل اصطلاحا اعطاء كل ذي حق حقه من دون نقص او تعد كما يعني الانصاف في المعاملة من غير افراط ولا تفريط وجوب العدل وفضله دلت عليه نصوص الشريعة قال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا وقوله تعالى واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا منزلة العدل عند علماء الاسلام السبب في عناية علماء الاسلام بقاعدة العدل لانها اساس لانها اساس صلاح الانسانية وسعادتها والدعامها الرئيسية في اقامة المجتمع الاسلامي فان تحقق العدل في حياة البشرية سعدت واستقرت وهو واجب في جميع مجالات الحياة القاعدة الثالثة وهي المساواة ومفهوم المساواة في الاسلام هو عدم التثريقة بين الناس في الواجبات والحقوق على اساس عرقي او قبلي او اقليمي او طبقي او اقتصادي او غير ذلك من الامور الخارجة عن ارادته وسعيه قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم الخبير مجالات المساواة اولا المساواة في التكاليف الشرعية واحكام الشريعة كالصلاة والصوم والحج ثانيا المساواة امام القضاء ثالثا المساواة في وظائف الدولة وصفوة القول ان الاسلام لا يفرق بين واحد واخر في الخضوع لسلطانه وليس فيه فرد فوق الشرع مهما علت منزلته رابعا القاعدة الرابعة هي الحرية تعريف الحرية لغة الحرية هي الخلوص من الشوائب التعريف الاصطلاحي الاقرب للنظام السياسي الاسلامي الحرية هي الاذن للانسان بالتصرف في شؤونه كلها بما لا يخالف الشريعة الاسلامية تأصير الحرية في النظام السياسي الاسلامي تدخل الحرية تحت الاصل في الاشياء الاباحة قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال صلى الله عليه وسلم ما احل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو مجالات الحرية الحرية الاعتقادية والفكرية الحرية السياسية الحرية الاقتصادية الحرية الاجتماعية والحرية الاعتقادية هو ان لا يكره الانسان على الالتزام بالدين اما المسلم فلابد له ان يلتزم باحكام الاسلام قال تعالى لا إكراه في الدين وهذا تتعلق بغير المسلم قواعد النظام السياسي في الإسلام تطبيقات قواعد النظام السياسي في الإسلام في المملكة العربية السعودية في مجال الشورى الدولة السعودية دولة مسلمة دستورها القرآن والسنة وعلى هذا فالشورى مبدأ هام من مبادئ السياسة في النظام السعودي وقد تحقق ذلك منذ عهد الملك عبد العزيز يرحمه الله وتطور مبدأ الشورى على يد أبنائه حتى وصل الآن إلى وضعه الحالي في عهد الملك سلمان حفظه الله مجلس الشورى يضم 150 عضو و12 لجنة في مجالات عدة ويقوم المجلس بمهامه الاستشارية على أكمل وجه في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة رسمية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية وتنص هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن مهمتها أولا تطبيق الشريعة في الأسواق والأماكن العامة ثانيا الحيلولة دون وقوع المنكرات ومنع أعمال للسحر والشعوذة ثالثا حث الناس على أداء الواجبات الدينية كالصلاة وغيرها قال تعالى والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وصلى الله وسلم على نبينا محمد السادسة السادسة ريح ما في بحث خلاص أوقف التسجيل هنا لا لا عشر روش 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 لا بدنا وياك توقع الوحدة الخامسة هي أطول واحدة والله ما أدري فيه السلطات الثلاث اللي أتوقع الآن نحن بندخل فيها هذه السادسة خلح نشوف ترى عادلة ترى هذه السهلة السادسة سلمت الله إزاك خير الله عليهم حفظ المقطع معك إي حفظت هنا في نفس المكان حطيتها سلم مية واثنائش المحاضرة الثانية وما بعدها الحين السادسة هذه السادسة